انتصارات سياسية ومكاسب كبيرة حققتها الشرعية في مشاورات السويد جاء في صدرتها الزام الميليشيات الحوثية بالخروج من الحديدة ومن مينائها الاستراتيجي وفقاً لاتفاق السويد لتصبح معها ممارسات وسلوكية تلك الميليشيات الايرانية تحت اعين ومراقبة المجتمع الدولي ما شكل ضربة مجعة للمشروع الايراني اتفاق دعمه انتصارات الشرعية على الارض باسناد من التحالف وجهود ولي العهد الامير محمد بن سلمان التي اشهد بها المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جرافث خلال احطته لمجلس الامن بشأن نتائج المشاورات اليمنية اشكر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي اكد على دعمه الحيوي والشخصي لهذه العملية والاتفاقات التي كنا نتفاوض عليها في السويد جهود تأتي انطلاقاً من سعي المملكة للوصول الى حل سياسي يستند الى المرجعيات الثلاث كما اكد وزير الخارجية عادل الجبير ولا طالما قدمت المملكة ولا تزال تمد يد المساعدة والدعم للاشقاء في اليمن على الاصعدة كفة بدءاً من عاصفة الحزم التي قطعت الطريقة على ايران وافشلت السنساخة ميليشيا في اليمن على نمط حزب الله في لبنان ووصولاً الى اعادة الامل التي تخفف معاناة المواطن اليمني وتواصل مشاريع الخير والتنمية والاعمار لمحو اثار الانقلاب الا ان نجاح المشاورات اليمنية يظل مرهوناً بالتزام الحثيين بما ورد في بنود الاتفاقيات التي اثبتت تجارب سابقة التفافهم عليها والتهرب من الوفاء بالتزاماتهم فها هو وزير الاعلام اليمني معمر الارياني يتقدم ببلاغ للامم المتحدة عن مواصلة الميليشيات الانقلابية التصعيد العسكري بدلاً من الانسحاب من الحديدة ومينائها وقبل ان يجف حبر اتفاقات السويد تقوم تلك الميليشيات بعملية نهب وسرقة واسعة لمؤسسات المدينة والمرافق الحكومية والمنشآت التجارية وتقوم بنقلها على متن مئات الحاويات باتجاه صعدة وعمران عدد من مناطق المدينة شهدت كذلك هجوماً عنيفاً بمختلف الاسلحة في اختراق حثي للهدنة الاممية هذا الى جانب قيامهم بشن حملات تجنيد اجبارية واقتحام منازل في التحيطة وتهجير سكان في الحمينية تحت تهديد السلاح وعمليات اختطاف كبيرة في مدريات المحويد ولم تكن صنعاء بعيدة عن هذه الانتهاكات فقد وصل الحوثيون عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطاً كباراً بجهاز الاستخبارات خوفاً من حدوث تمرد ضدهم انتهاكات طالب معها غريفاث الحوثيين بالالتزام باتفاق وقف اطلاق النار الذي يسري تطبيقه فعلياً الثلاثاء انتهاكات تتطلب سرعة اقامة نظام مراقبة قوي وفعال كما شدد غريفاث في احططه قبل ان تتسبب تلك الميليشيات الايرانية في تبديد بارقة الامل التي انتظرها اليمنيون طوال اربع سنوات من الانقلاب الغاشم الذي دمر الحجر والبشر وقبل ان تهدم طريق السلام الذي مهدت اليه مشاورات السويد من اجل التوصل لحل نهائي خلال العام الجديد لبرنامج هنا الرياض حازم السيد